في تحقيقات بعد ذلك لأن حدث في تحقيقات بعد ذلك في البوليس كم مرة استدعيت للتحقيق؟ أنا استدعي مرة واحدة مرة واحدة بعد هذه بالشوترينج أو بالإرهاب نعم تمام شو صار بالتحقيق؟ في بعدها تقريبا بشهر أو حاجة يعني تقريبا في شهر ونصف تقريبا جالي جواب طبعا في معايا محامي جالي يجواب أصلا لأنه مستدعي للتحقيق في الشوترينج فروحت حتى وأنا داخل من ضمن اللي حققت معايا الست كانت واحدة من ضمن البوليس اللي هو أتى إلى المنزل آه من ضمن الأشخاص جاء الله آه من ضمن الأشخاص كان واحدة ست مم طبعا كما كان واحدة ست هي اللي كانت بتكتب الحرزنا كذا والتليفون كذا بتكتب هي كل شيء نعم فهي اللي سألتني الأسئلة كلها فأول ما دخلت يعني وإحنا في المقابلة تحت طبعا هي عرفتني صدقا قبلتني المقابلة نعم وإيسا يعني تمام وقالت يعني عذرنا هذا كان ضغط علينا من من نيابة العامة نعم وإحنا يعني ده مش إحنا تعرف لو إحنا النرمال إن إحنا نكسر الباب ما نخبطش بس إحنا يعني لأن إحنا عارفين تقريبا يعني إنه الموضوع أصلا فإحنا خبطنا وما كسرناش الباب مه 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 احنا أنت عملت له إرهاب في ال في العمارة نعم نعم العمارة كلها بتسأل يعني كلما أقول لواحد عشان بوست نص يضحك عليكم تستحقر نعم NAMM الامر يعني كيف يعني جايل بروس كل تردى عشان بوست مكتوب فيها يعني اللهم منصر يعني غزة خلينا رح نيجي على البوست بالتحقيق قديش قدامت مدة التحقيق حوالي ساعة ساعة أسئلة أسئلة أنه أسئلة عادية ليش كتبت ليش كذب بالضبط نفس سألوك أنت بتعرف حالك شو نشرت لتقوله أنا ما لي متأكد من اللي نشرته بعدين أنت قمت بحذف حسابك عن الفيسبوك كله حذفت الحساب كله حذفت للمدة يوم ورجعته تاني رجعت حسابك يعني اللي حسابك موجود على الفيسبوك موجود حسابك على الفيسبوك شلت المنشورات اللي كانت هم قالوا حتى في الصحاف قالوا تشيلها وما تشيلهاش إحنا خدنا سكريين عليها طبيعي فهي موجودة عندنا نعم طيب فالأسئلة في البوليس كانت أسئلة يعني عادية جدا المحامي قال إحنا حنجوب على الأسئلة اللي هعايزينها والأسئلة مش حنجوب عليها حنبعتها لكم الإجابة تاعتها في مذكرة خاصة بهذه الأسئلة وكان فعل يعني بعد الأسئلة مثلا يقولون لهم لا مش حنجوب على السؤال ده خلينا حنجوب عليه بعد المحامي كان معك نعم كان معاي المحامي وكان معاي المترجم مين وكل لك المحامي الإخوة معايا مين الإخوة بعض الإخوة في المسجد نفسه يعني أو الأصدقاء هم تعاونوا بالنسبة للأجور تقصد مثلا والله حتى الآن لسه لم ندفع الأجور بأجد نعم موسيقى